اشتركوا في القناة والمهن المجاورة مهل أمامي وحكي على دور النقابة في قضية سمران إن شاء الله يتم الإفراج عليه في القريب العجل حاجة أخرى البرح كيف صارت تفرح تهم الموسيقيين والفنانين في تونس كون البرح النقابة أزرت بيان واللي تدعو فيه كل النقابات والهياكل النقابية مش يتلموا في نقابة واحدة تخدم مصالح أهل الميدال المبادرة هذي كانت من الفنان مصطفى الدلاجي اللي هو عضو شرفي في النقابة ولي كل مرة يقوم دور صلحي مبين عدة أطراف هذي تفاصيل المبادرة التي قدمها مصطفى الدلاجي وبعد تشتت المجهود في تعادل النقابات وبروز العديد والعديد من النقابات عملنا استفتاء وطرحنا على المتداخلين في هذا القطاع طرحنا فكرة جديدة لتوحيد النقابات وبعثنا إشعار للنقابات الأخرى الكل لتوحيد الصفوف من أجل هدف واحد باش يكونوا ماس كبيرة كما يسير في جميع القطاعات وتكون لها قيمة وفاعلية أكبر وينجر عنها نقابة واحدة في انتخابات تجمع الفاعلين والفنانين الكل في المشهد بجميع أنواحهم وأنماطهم دون إقصاء أو محصوبية والهدف هو أنه السيف على الأبواب ويلزمنا يد واحدة لتنظيم القطاع في الداخل وحتى للوافدين علينا في الخارج واللي يربحوا الصندوق صحة له كما كان يحكي نوصل مصفى الدلاجي يعطي الصحة كونه نقابة المهنة الموسيقية باشتعقد لقاء عام في القريب العاجل ودعات فيه كل النقابة الموسيقية الموجودة في تونس واللي هي نقابة المهنة الموسيقية والمهنة المجاورة نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل نقابة قطاع الموسيقى ونقابة الفنان المبدأ ونقابة لطيف بوشنق والحاجة التي تفرح صارت أخرى كيف نوفل حسب كلم الكتب العام مهر الهمامي كونه صار صنداج على الباج متاع النقابة واستشاروا فيه الموسيقيين والفاعلين في القطاع الصنداج شاركوا فيه تقريبا 12 ألف موسيقي في الـ 12 ألف موسيقي 87% كانوا معا توحيد النقابات فيه نقابة واحدة واللي هي الدفع على الموسيقيين الكل واضح يعطيك صحة عشرف وإن شاء الله يربي يتوحته نمشي ونحكيه على الفنانة التونسية اللي أنا نحبها برشا هي الفنانة التونسية المقيمة في بلجيكيا غاليا بن علي ودخلت معنا في بداية الموسم وحكيت على سكسيم تغنيتها سن اليأس جديد ألبوم أو بحجي مخصص المصر فيلم مصري اللي لثمانية متاع ليل غاليا بش تهبط فيديو كليب تيتر فيلم مصلي مصري جينيريك فيلم مزال في إطار التنفيذ الكليب هذا تصور ما بين مصر وبروكسيل والفيلم اللي قاعد تحضر فيه غاليا بن علي مش يحكي على مصر بش تقوم بإخراجه غاليا بن علي إكسترام الأغنية والجينيريك متاع الفيلم اللي تقوم بإنجازه غاليا بن علي بش يهبط قريبا علشان يوتوب متاحة مش يكون فيلم فيه مماثلين أما فيلم مش تحاول جسد فيه غاليا أغلبية المشاهد اللي صورتهم بين مصر وبروكسيل والحاجات اللي تحبهم غاليا برشا في مصر ناخدوا أكثر تفاصيل على الفيلم ماذا يكيفش بش يكون الفيلم بش يتعمل هو عبارة على أغاني خمسة شن أغنية لحنتهم كتاب لكلهم معاصرين الفيلم الكله نحب نعمل هي حكاية أنا بش نحكيها أنا بش نخرجها بش نصور حاجات خيال لما برش حاجات مش هي تخيالية بش تصير بش نصورها في بلجيكيا في داري قاعدة نخدم على مكات مكات صغيرة هي دي نجم نعمل فيها كل الأجواء اللي نتخيلها من الأفلام القديمة اللي مثلا معبد فرعوني مثلا شارع في القاهرة بش نخدمهم أمكات صغيرات غاليا هي فنينة نوفل مختلفة نوعا ما ومتأثرة برشا بالثقافة المصرية وهذا الراوهة أغلبية البلايس اللي تمشي لهم هما بلايس ما همش معروفين في مصر دي كو يعني ساعات الراوهة اللي تمشي البلايس يتغني فيهم أكثر من المصاروة في حد ديتهم أما هيدا ما يمنعش إنه غاليا لازم تغني لتونس وكسئناها سؤالة دي هاو كانت الإجابة متاحة مثال شياته نسبت له منيش توا نخطب على حاجة على مصر لكن حذرت لك برنامج حلو برشا كيف ما أنا عاشت فيها وكيف ما أنا نراها أنا بنت الجنوب كبرت في الجنوب إن شاء الله ربي وفقها معتها فنينة مهبولة عندها حكاية وعندها جواب ينصير يعطيك صحة أشرف كنت هذي أسرار النجوم شكرا